تحية طيبة لكم مشاهدين ومتابعين في كل مكان نتقيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من البرنامج اليوم المباشر بالسنتر اليوم رح نكون معاكم وأكثر من محور وأكثر من قضية رح نتناولها ونسلط عليها الضوء في حلقتنا لهذا اليوم رح نتحدث عن التراخيص رح نتحدث عن وضع نادي الميناء الميناء إلى أين رح نتحدث عن تسمية الدور العراق للموسم المقبل رح نتحدث عن المشاكل والخلافات والاختلافات بين مؤسسات الرياضية على حد الخصوص دعونا نرحب بضيف الحلقة لهذا اليوم الصحفي الرياضي الأستاذ عدنا نلفتا مساء الخير مساء النور تحية لكم والجمهوركم الرياضي البداية رح تكون مع تقرير الزميل عماد ركابي نتابع ليس الحال من المحالة ولا الأحلام كافية بإنهاء أزمة الملاعب المحلية بعد أن بات الدور على الأبواب عادت من جديد مشكلة تراخيص الأندية المشاركة في الدور الممتاز والتي لم تمر إلا على الورق في الموسم الماضي الذي شهد تطبيق المعايير الأسيوية كما قالت لجنة التراخيص التي شكلت من جديد هذا العام من أجل الإعداد للموسم المقبل لكن هل سيتم تطبيق كافة الشروط على جميع الفرق؟ أم أن هناك مجاملات ومجال لتمرير بعض الملاعب التي لا تصلح حتى لممارسة أي رياضة عليها؟ وكأن التراخيص باتت على شكل برنامج فوتوشوب ولا تمثل المعايير القارية ناهيك عن وجود مشاكل أخرى بعدم تقديم أي ملف من قبل بعض الأندية ومنها الميناء الذي بات مهدداً لعدم المشاركة في الدور وضف لها المشاكل الأخرى التي تعد على عاتق الاتحاد ومنها تسمية رئيس للجنة الحكام والانضباط والاستيناف بعد حل جميع اللجان العاملة فيما تشير الأخبار إلى تمسك الاتحاد برئيس لجنة المسابقات علي جبار بمنصبه فيما لم يتم تحديد حتى الآن أي رئيس للجنة الحكام والانضباط والدور بات على الأبواب وإن قانون الاتحاد الداخلي لا يسمح لأي شخص من خارج مجلس إدارة الاتحاد بأن يكون رئيساً على أي لجنة اتحادية عماد ركابي العراقية الرياضية شكراً عماد ركابي نتحدث بالبداية عن موضوع التراخيص قد يكون هناك اتفاق لدى بعض من الشارع الرياضي لأن موضوع التراخيصية مجرد تحصيل حاصل أو حبر على ورق تعيد بهذا الموضوع؟ أنا أعتقد قضية التراخيص كان يعد لها بشكل أفضل من هذا الحاصل الآن ممكن تكون خطوة إلى الأمام في تطوير الأندية في إنشاء أندية حقيقية ليس لدينا أندية حقيقية الآن ليس هناك نادي بمواصفات الأندية ما نقول العالمية ولا نقول العربية نقول المجاورة أنه اللي هم قريبين منه أعتقد أنديةنا تفتقد الكثير قضية التراخيص باعتبار أنت تعرف أكو شروط للاتحاد الاسيوي وأكو شروط محلية لجنة التراخيص بالنسبة لشروط للاتحاد الاسيوي حوالي 36 نقطة بالنسبة للمحلي 21 نقطة فالآن المستوفين الـ 21 حسنا ما رح نذهب للـ 36 اللي خاصة بآسيا لأن بها صعوبات كثيرة خلينا نفكر بالـ 21 من من الأندية استوعب كل هذه الشروط أعتقد ماك ولا نادي لأنه ماكو نادي حقيقة عندنا موجود تلقى عنده البنى التحتية تلقى عنده الشركة الاستثمار تلقى نادي لا يحتاج إلى دعم الدولة تلقى نادي عنده هيئة عامة حقيقية عنده ألعاب كافية عنده موارد كافية عنده خطط مستقبلية عنده أشخاص فاعلين في المشهد مو فقط يعني أعضاء الإدارة لا لأنه قضية التراخيص تدخل حتى على تركيبة الهيئة العامة تركيبة الهيئة الإدارية اللي يفترض الضم مستثمرين الضم رجال أعمال الضم يعني شخصيات مجتمعية ممكن أن تدلوا بدلويها في هذا الاتجاه للأسف ما استثمرنا هذه القضية لأن أنا أعتقد قضية التراخيص صارت عبارة عن عملية مزايدات بين الأندية وبين الاتحاد من جانب وربما حتى وزارة الشباب الكثير من الأمور دخلت على الخط لكن بالنهاية أنا أعتقد العملية فاشلة جدا عملية فاشلة طبعا لأنه ما شفنا لحد الآن نادي استطاع يعني بس هناك تهديد وهو عيد من قبل لجنة التراخيص الكثير نسمع التهديد واحدة لا يكفي نريد عملا حقيقيا الآن اللجنة تريد أن تسير الأمور يعني تنطي موافقات لأغلب الأندية في سبيل يستمرون بالمسابقات وخاصة اللي يعتم مسابقات خارجية لكن هل هذا هو صحيح؟ أنت الآن الأندية الأربع الكبرى ما عدتهم ملاعب في بغداد ورح يأجرون يعني أكيد رح يأجرون ملعب الشعب ماكو غيره باستثنات طلبة اللي ينتقل هذه السنة لملعب الكرخ رح تبقى الثلاثة الأندية الكبيرة رح تلعب في ملعب الشعب هل هو هذا الحل؟ هل هذا الإجراء الحقيقي؟ وبغداد ما بيها ملاعب أصلا لأننا عندنا مشكلة تدرون أنتم مثلا ملعب الزوراء صار أكثر من 9 سنوات أو 10 سنوات من هدم وما كمل لحد الآن يوم يقولون باتشر باتشر ملعب الشرطة عليها طلاسم كثيرة ملعب الطلبة أكثر من مرة سمعنا شركات رح تدخلوا كثيرا ما صار عمل حقيقي الجوية لحدنا عندنا مشكلة مع أمانة بغداد في قضية كيف ينشئ ملعب لائق في مكان اللي هو مكان مميز جدا ممكن يكون مكان استثماري وأيضا يكون منشئ رياضي مميز جدا ما أعرف ليش الآن إحنا من نتحدث نقول الوزير وكل الشخصيات اللي تدخل في اجتماعات قريبة من الدولة ليش ما يسهلون الأمور باتجاه أن الأندية تتطور الأندية تخلص إيش تتطور الأندية إذا ما يدخل إذا ما يدخل الاستثمار الاستثمار بمشاكل هواية بمشاكل شام طمعا الاستثمار غير مقر يعني الأندية الآن مكتفة الأندية مقيدة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لأنه أكو عنده مشكلة أنت تعرف عندنا قضية خلاف أصلا لعادية الأندية هناك الأندية الأهلية الأندية اللي ما لها أي دعا تقدر تستثمر من ينطيه قانونا قانونا من يقدر يعني الآن أنا مثلا نادي افترضنا أي نادي من أندية المحافظات عدهم أراضي وعدهم مماكن يقدر يستثمرون هل هناك قانون السناعة ونادي ديوانية النجف كربلاء كلهم ما يقدرون ما يقدرون شنو القانون اللي يجيز لهم قانونا ما يقدر يتصرف إذا ما تكون هناك عملية أنت عندك من دستورة الدولة أغلب القوانين الرياضية تتعرفها قوانين متوقفة جامدة إحنا الآن انتخابات رياضية ما نقدر نجري بسبب أننا نعتمد قانون عمر أكثر من 30 سنة وقانون غير لائق الآن وفق التطورات الجديدة للعمل الرياضي بالتالي أنا أعتقد هذا جزء كبير جدا كان يحل مشكلة لأن الأندية هي العصب هي الأساس في عملية تطوير الرياضة الآن أنت من تصنع أي لاعب نعم نلوم الاتحادات ونلوم اللجنة الأولمبية وربما نلوم الحكومة لكن الأساس هو النادي إذا كان عندنا أندية حقيقية راح نبحث عن الإنجاز نبحث عن العمل نبحث عن التخطيط لأنهم عماد أي عمل رياضي حقيقي يعني أيضا هناك أسئلة تطرح قل ما كان المفروض من الأندية بدل ما تدفع لـ 300 و 400 مليون نعم أنه تقدر مثلا هل سرح أقول لك إحنا عندنا خطوة إلى الأمام صارت نسميها الأندية المؤسساتية اللي بدأت تتعمل بشكل صحيح وبدوا يعني يخلقون قواعد لمختلف الألعاب قواعد لمختلف الألعاب السلة لم تتطور إلا لوجود الأندية النفطية نفط الجنوب ونادي النفط المركزي نادي النفط هو بطال اللقاء يعني حامل اللقاء بلي سنتين الشرطة بدأ يصرف على الألعاب الأخرى شوفوا سووا بدأوا يحددون كل نادي مؤسسات شقد يأخذ من الدولة بدل ما كان يأخذ أموال طائلة ويحسن نفسه ممكن أنا أحددها أقول لأموال الطائلة اللي تأخذها خصص منها مثلا 3 مليار للبنى التحتية 3 مليار للتخطيط ممكن أنا أحدده بس مو أقللها أسوي مليارين للكنادي الأندية النفطية الآن شقد يأخذون كانوا يأخذون مليارات كثيرة الآن حددوهم ما يقدر حتى عبد الداعمين مليارين صارت رواتل مليار للبنى التحتية وين يكون مليار وين يكون مليار إحنا عندنا المدينة الرياضية في البصرة اللي صارت قصة أكثر من مليار يلا كملت وبعد سنوات طويلة إذا أردبني ملعبان مليار يكفين زينا نشون إنت عندك سفرات وعندك استحقاقات ترى مو بس العقود النادي الآن إذا يروح يلعب في أي ملعب يحتاج إلى مبالغ يحتاج مبلغ اسكان فندق يحتاج طعام يحتاج نقل هذه وكأن المسؤول الرياضي مستوعب هذه الأمور لأنه ما أعمل بنادي ما يعرف معاناة الأندية يفترض كان قبل هذا قبل الإقرار أنا مو أحددهم أنا أشترط عليهم إيش قد يحصل على الميزانية خلي الميزانية مفتوحة أنا أحصل الميزانية من وزارة الداخلية خلي نقول 10 مليار نادي الشرطة أقول لي يا با هاي العشرة مليار فأربع مليارات ملعتها للبنى التحتية تبني قاعات تبني ملاعب تبني أشياء إحنا الآن مو كنا نتحدث نقول إنجازاتنا بالدورة الآسيوية سيئة ممكننا نقول مصحي ولا لا صحيح وين ألعابنا وين اتحاداتنا إحنا قبل هذا خلنسأل هسا وزارة الشباب يوميا نقول ونحن فتحنا ملعب جديد زيان وزارة الشباب الآن هي تقول تقول الألعاب الفردية هي منجم الذهب خلي تقول وزارة الشباب شنو القاع اللي سوتها لمنجم الذهب رفع الأثقال اللي هم رفعوا راسنا عدهم وسام ذهب ووسام فضي قاعتهم اللي هي قاعة التأميم أسوء قاعة قاعة يعني بقدرات ذاتية طوروها صبغ وأشياء بس يا قاعة لا تلبي حاجة العراق العراق على مدى التاريخ نرفع الأثقال رقم صعب به وين رعاية الدولة إلى هذا الأمور ما ما عندنا قاعة رياضية التهينا بالملاعب لمن الملاعب محافظتين وحده بصف الله نسوي كل وحده ملعب كبير وين كو تخطيطي وين كو تخطيطي وين كو تخطيطي ليش ما أنا أوزح هاي الملاعب ممكن أبني قاعات ممكن أبني فتبونة تحتية تخدم الألعاب الفردية حتى نقول ليش ما نصنع بطل ليش ما نسوي بطل أولمبي ليش ما نسوي بطل أسي المشكلة هنا طيب أستاذ عدام بالحديث عن عن موضوع التراخيص قد يكون نادي الميناء الفريق الأول المهدد مهدد بالضبط حسنا تصنع سيد محمد العبودي رئيسي التراخيص قال الميناء لحد الآن مستوف الشروط طبعا الميناء يدفع ثمن خلافاته ثمن المعارك الدائربي موضوع الميناء موضوع إذا أنت مسامع نادي عنده إدارتين أو عنده هيئتين عامة أو عنده فرق يعني الآن حتى فريق قدر يعني ما عرف يعني وين يريد يوصلون نادي عريق بحجم محافظة عظيمة مثل البصرة اللي هي صندوق العراق ميزانية العراق كلها من البصرة ليش يتش يصرفون يعني ترى المشكلة مو في الدعم لاحد يقول الدعم ولاحد يقول وزارة النقل الخلافات 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 شخصية الشخصية خلافات شخصية طبعا الخلافات شخصية والبحث عن المناصب والبحث عن المواقع هي اللي قاعد تقلق بموضوحها وتضغي على الساحة أنا أعتقد الآن ماكو عملية إيثار ماكو عملية تضحية من أجل الميناء من أجل البصرة كل واحد يفكر بنفسه أنه يريد يبقى أطول مدة ممكنة يستلم السلطة يستلم النادي وعساها البصرة تحترق ما يهتم ولا يهتم للميناء شن الميناء ذنبه الآن كل نجوم غادره كل اللاعبين غادره حتى الآن هل سيدا شاركوا بالدوري الآن الميناء بأي فريق سيلعب حتى اللاعبين ما يبقى عنده لاعبين حتى يتعاقد معهم المشكلة الآن أنا أعتقد الميناء يدفع ثمن غالي بسبب هذه الخلافات طيب الأمر الإداري يعني يا رزي من المخرج أنه يعرضنا الأمر الإداري بخصوص الهيئة الموقتلة استنادا إلى قرار المكتب التنفيذي المؤرخ بتاريخ 16-8-2018 ولكون الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي التي برئاسة السيد جليل حنون غير مكتملة النصاب بسبب استقالة 6 من أعضائها لذا واستنادا إلى قانون الأنديا الرياضية رقم 18 سنة 86 المعدل المادة 14 فقرأ أربع من قررنا تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لإدارة عمل نادي لحين إجراء انتخابات الهيئة الإدارية جديدة خلال فترة أقصى ثلاثة شهر من تاريخ الحل ممتاز أسعد عبد الرزاق هو رئيس الهيئة وأعتقد جلبه وشخصيات محايدة لأن حتى الاجتماعات التي صارت بين القطبين بين هادي أحمد وجليل حنون يصنوا تسوية الانتخابات التي عملها الكابتن هادي أحمد وانتخابات صارت وقالوا بممثلين كل واحد يقول الآن الهيئة الشرعية كل واحد يقول الآن وفق القانون ما هي مشكلة يعني القضية صعبة جدا وأنا قلت لك يعني الخلافات زادت عن حتى فاضل الخطر بيها لأنه برأيك هذا الأمر الإداري مو إجا متأخر متأخر كلش يعني متأخر لأنه لأنه أنا أعتقد مو يعني شوف هم أرادوا الأمور يعني تميل للتسوية أنه يشتمعون بيناتهم يسوون تسوية وقالنا يصير عملية تضحية وإثار ممكن كل واحد يضحي من أجل الميناء لا هادي أحمد قال راح أضحي ولا جني حنون سيد عدنان حسب المعطيات وحسب الواقع يعني ما معقول أصير تسويات بين كل الأطراف الموجودة لا لا ممكن ممكن إذا شخص يفكر بمصلحة الميناء بمصلحة البصرة ممكن هذا يتم لكن هذا ما صار مثلك المصلحة الشخصية هي المصار صارت خلافاتك بيرو صارت حدي صارت حدي شخصي بالتالي القضية هيئة المؤقتة الآن يعني الشخصيات الموجودة بها اعتقد شخصيات مميزة لأن كلهم محايدين بعيدين عن الطرفين بعيدين عن الصراع الدائر بين الاثنين فأتمنى أنه يكون يعني صح حد دونهم ثلاثة شهر حتى يسوي انتخابات فأسأنا أتمنى لا أتمنى خلال أسابيع يكملون ملف الانتخابات ونخلص لأنه الانتخابات الآن الدوري راح يبدأ والميناء يعني ما بقش سبوعين راح يبدأ الدوري الميناء راح يتفع ثمن غالي يعني هل معقولة يحدث إلا مثل ما حدث في الموسم الماضي يشارك بفرق شباب ويبدأ عملية الانسحاب حتى وزارة النقل اليوم الرحب وبالهيئة المؤقتة يعني تقدر ترحيب حتى يعني رسالة ضمنية يقولون إحنا مو السبب لما يجري للميناء من تعسف مالي من عوز من مشاكل إنما المشاكل في الإدارة وفي الشخصيات القائمة مشكلة شخصية مع الكاتل جليل حنون طبعا الجمهور ومشكلة شخصية الجمهور الآن يعرف من هو السبب من هو السبب في مشاكل ميناء واناعتقد الآن بعيدا مدفاعا عن الشخصيتين جليل حنون وهادي أحمد أسماء كبيرة قدموا الكثير للبصرة ولكرة البصرة لكن الآن عندما يكون يعني الميناء في خطر يفترض يضحون يفترض يبتعدون أنا أتمنى حتى إذا صارت انتخابات ما يرشحون لنموذجي ممكن شخصيات فاعلة تجي بعيدة عن التصدعات بعيدة عن المشاكل ناس يجون هدفهم الأساسي خدمة النادي تتوقع هذا الشيء يعني والله هو حلم هو أمل يقول مستحيل هو مستحيل أنا متفق معك تماما بس خلينا نحلم خلينا نأمل نحلم طبعا حياتنا قضيناها بالآمال ونبقى متفائلين أن الصحوة ممكن أن تتم الناس الخيرة ممكن أن تتحرك المياه الراكدة ممكن أن تتحرك المشاكل الآن اللي صايرة عساها أن تقف عساها أن تصل إلى أحد معين لأننا نعتقد الميناء يعني في وضع خطير جدا ربما يفقد حتى كيانه إذا في الموسم الماضي بقي في الدوري إذا استمرت الأحوال على هذا المنحة أعتقد الميناء لن يكون له وجود حتى في دور الكبار وربما يفقد الكثير أي نادي حتى في السلة كان نادي مرشح صح أي نادي يملك الأموال تكون بمشاكل صح أو خطأ طبعا صحيح جدا لأنه أنا قلت لك الأموال دائما لو تصرف بالاتجاه الصحيح ترى ما عدنا مشاكل المشكلة في الشخصيات اللي تتصرف كل واحد يتصرف وكأنه نادي مملكة إله النادي هو عائد إله يتصرف وكأنه ميراث شخصي له ولعائلته هذا غير صحيح الأندية هي مؤسسات النادي يفترض أن يعمل كفريق عمل أما يكون كل شخص يريد يعني يعمل وفق رغبته وفق شخصيته وفق تقطيطه لا هذا مرتجال العمل لازم يكون عمل مخطط ونستمع لكل الأصوات وتكون أكو استشارة ويكون أكو رأي جماعي مو رأي واحد متسلط يعبث بأحوال النادي ويحيلها إلى هذا الركام الذي يعاني منه الميناء يعني أعتقد الميناء وحسب هذا الوضع يعني تشكيلها مؤقتة والدور المقبل ما بقى لشي بقى لأسبوعين والانتخابات بعد ثلاثة شهور يعني شي لدي يسوي شي تليدي يسوي صعب جدا نقول نقول الله يعين المدرب المقبل لفريق الميناء ش راح يعمل لأنهما كان الأمل بعماد عودة عماد عودة ترك الفريق ورح تجه إلى أربيل بعد أن طبعا الرجل كان عنده رغبة أن يعمل لكن يعني ماذا يفعل إذا شاف هذه يعني خسوف في نادي الميناء النادي ما لوجود بسبب هاي عملية الصراعات القائمة اللي أثرت سلبا على الفريق بالتالي راح يتفع هذا الانشقاق أصبح مشابه إلى في في نادي آخر اللي هو النجف النجف الآن أيضا هيئتين أو أيضا نزاع هو مو بس النجف صراحة شكيها لأنه ترى أغلب الأندية بها تصدعات أغلب الأندية مو بعضها أغلبها أغلب الأندية بس أكو ظاهرة للعيان ونقول حتى الإعلام يتلقفها ونقول ضرب تحت الحزام لكن تنطيني نادي تنطيني نادي الكل يعملون كتشكيلة حلوة يبحثون عن مصلحة النادي واسم النادي قليل جدا قليل جدا إحنا لو وجدنا هذه الشخصيات المؤثرة في العمل المخططة المفكرة للعلم اللي تجمع بين العلمية والعمل الإدارة الناجح ترى الإدارة فن الإدارة مو أي شخص قدنا نادي مثالي والله قليلين أنا ما رد أقول أكو عندنا أندية مثالية لكن أنا قليل من الأندية تشتغل يعني بشكل صحيح أو تعمل بشكل صحيح بس هما قليلين نتمنى القاعدة تتوسع أنا ما رد أقول فلان أو فلان حتى ما يقولون يحسب على فئة معينة الأندية التي يعني أدنا أندية مثالية مو مثالية مميزة مميزة حسب الواقع حسب الواقع تعمل بشكل صحيح أفضل الموجودين تحاول أن تحسن من وضع أنديتها لكن تقول لي نادي متكامل ما عدنا نادي متكامل ما عدنا نادي متكامل أبداً معاً الدوري مقبل ومن هسا بدأ الكثير بخصوص التراخيص بخصوص الصراعات بخصوص المدربين اللاعبين استقطاباتهم إلى وصولاً تسمية الدور العراقي بقطر 2020 هذا أيضاً أحدث جدل بالوسط الكروي كيف يتم التسمية تسمية الدور العراقي هذا الموضوع بس همو قطر مكتوب بأعتقد إيراك كيو إيراك كيو 22 رح أقول لك شي سادة هشان خلي نعمل بشكل علمي خلي نفكر بشكل مستقبلي إحنا مونفكر ببلدنا مونفكر بمصالحنا الآن إذا نحكي على هذا الموضوع إذا أنا أقول لك أيضاً الموانئ وآبار النفوط كل هذه الشركات أجنبية ليش نخلي هاي الشركات يعني تعمل وتصدر النفوط بكيف لا خلي نفكر بعملية استثمارية شنو المانع إذا يعني أنت أحسن دوري بالمنطقة من هو أحسن دوري احترافي بشارة الاتحاد الأسيوي لا أنا ولا أنت نحن كثير العربية العربية دور السعودي أحسنت دور السعودي ما أذى اسمه دور جميل صح اللي هو رجل تاجر صاحب أكبر شركة سيارات ومصالح تجارية بقية لفترة طويلة الدوري الأردني دوري زين صح ولا لا الدوري الكويتي أيضا كلها أسماء عملية الاستثمار عملية جميلة جدا إحنا شنو مشكلتنا المشكلتنا المشكلة اللي صارت إنه تسمية الدوري الأراقي باسم دولة أخرى لا هي مو دولة أخرى خلنوا نكون واقعين سأل بس أنا حسب حسب كلام سيدي حي كريم عضو الاتحاد نعم رسجة المسابقات ذكر بأنه إحنا هاي التسمية جاءت بعض ظروف التقشف نعم أموال ما موجودة حاولنا نبحث عن مستثمرين هذا رقم واحد رقم اثنين إنه إحنا داعمين لملف قطر ملف كأس الحالة أستاذ الشام أولا عملية إحنا يعني بعيدا عن الصراعات الدائرة بالمنطقة العراق يجب أن يفكر بنفسه العراق أولا أنا فكر بلدي ما لعلاقة أكو خلاف قطري سعودي خلاف خليجي ما لعلاقة بالأمر الآن أكو قضية إن الاتحاد يبحث عن استثمار إذا يجيني مبلغ زين وأستثمر آني وأخلص من مشكلة أعباء الحكام الملاعب الكثير من الأمور يعني أنا لك اليوم أنت ما حضرت القرعة مع البطولة الكيس أكو في قضية المشاركين تقريبا كانوا 30 من قال السيد يحي كريم اللي هو دار الجلسة قال المنسحب يدفع عشرة ملايين ويلغى نشاطه لهذا الموسم انسحبوا 6 فرق أو 5 انسحبوا قالوا لي نحن نسحب في أي دور ما عندنا القدرة المالية أن نواصل القضية وين القضية احنا نريد استثمارات لكن شرط واحد عندنا أن تجري هذه الاستثمارات بشكل واضح وعلني نعرف اشقد للعراق رح يستفيد عملية علنية وتخضع لجهاز رقابة الدولة احنا عندنا نزاهة وعندنا المفتش العام يعني يبحثون في أي قضية بحيث تكون هاي الأموال للعراق لمؤسسة العراق مو لشخص معين مو كومشن لشخص أو لطرف أو لمجموعة أطراف هذا اللي يتمنى يعني تتم العملية بشكل قانوني وصحيح أما الاستثمارات شن المانع خلنا استثمر خلتكن أنا أتمنى الآن احنا موعدنا ملعب الشعب موعدنا كل الملاعب ليش احنا من النظم مباراة بحثنا عن إعلان ماكو إعلان مو مو سو ليش مصر عندنا إعلانات بسبب هاي العملية احنا عندنا مشكلة طاردة للمستثمرين من خل المستثمر طاردة للمستثمرين اللي هو المستثمر ميريد يجاسف لا يجاسف سبب من في الوسط الرياضي سبب من لا أستاذ هشام مو ميريد يجاسف المستثمرين ترى يتمنون يعني هذا حسب هذا حسب كلام كثير من الرؤساء لاندي اللي تم استطاقتهم لو أكو قانون لو أكو قانون يحمل مستثمر كل المستثمرين يجون ترى العراق أرض خصبة العراق بلد عنده قدرة أن يتطور لكن مشكلة القوانين هي مشكلة تحول دون هذا الأمر وإحنا قضية نضع لها إشكالات أنا ما أعرف ليش الناس يسمى الزوج ويرى من قضية أنت تعرفاني دائما أتحدث عن الاتحاد دائما نحجي عضتهم لأنه ما يعملوا مشكل صحيح ودائما نقول عدهم يعني تخطيطهم ضعيف أداءهم بطيء ما يسايرون العالم لكن أكو خطوات لازم نقولهم بارك الله بكم من يساوون استثمار شن المانع خلي يصير 22 إراك 22 أو إراك شن المانع يعني هل بي انتزاع للسيادة العراقية ما بي انتزاعي أخي أموالدة تدخل لميزانية العراق من يصير المبلغ من يجي هذا العقد أنا ما أعرف قد قينته الاتحاد إذا كان صادق في هذا الموضوع علي أن يعلن إشقت هذا الوارد مالته إشقت يدخل لميزانية العراق وين رح تصرف هذه خليه يقول أنا رح أنشئ بها هذه رح تصرف على الفئات العمرية مثلا منا إلى 2030 رح تصرف على ملاعب جديدة رح نبنيها رح تصرف حتى يوضح قدرة الصرف وين وطريقة الصرف ومدى الفائدة العراقية من هذا المشروع يعني أنا من أغير اسم غير الفائدة إذن أستاذ عدنان إذا تشرح الموضوع بهذه الكيفية نعم يعني لماذا هذا الجدل بخصوص هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ الشام يعني بعض من الإعلامي خلينا نفكر بشكل عقل هذا الجدل ليش من أي باب الجدل هو جزء من الشخصية العراقية اللي قال عليها علي الوردي إحنا دائما ننتقد حتى للا شيء مرات حتى الشيء الإيجابي ننتقد يشوفون هشام عنيق وجميل يقولون لا بس كسير عدنان أو شعر هذا مخربط هذا شبير يعني لازم نخلق فد عامل سلبي إحنا الشيء الإيجابي خلي نقول هذا إيجابي والسلبي خلي نقول سلبي حتى نكون منصفين الآن عملية الاستثمار لازم نشجح ابتداء من الدولة رئيس الوزراء ابتداء من وزارة الشباب ابتداء من المؤسسات أتمنى كل اتحاد رياضي عنده القدرة أن يستثمر ليش إحنا الآن نبكي نقول ما عندنا أسمة هواية رياضيين أن تمنى تجهزاتهم أحسن تجهزات ليش خلي كل اتحاد عنده قدرة أن يجيب استثمار من أي دولة خليه وليش تغلق بالأكس هذه قصة خالح الرياضة الرياضة اليوم هي مال الرياضة هي فلوس إذا ما عندك أموال إذا ما تقدر تسرب على الرياضة الآن أغلب الرياضيين سيلوا ذولي اللي فازوا بألعاب القوة قال لي أنت شون حصرت على هذا الإنجاز قال لي أنا صار لي شهرين في الولايات المتحدة معسكر وقبلها شهر في النروج احسب أنت ثلاثة شهر وخارج على طرعا من وحي مارس مع دول متقدمة ويكون عنده معايشة مع هندية متطورة مع مدربين متطورين هذا يلقي بضلالة على نتائجه على مدربين ليش إحنا دائما نبكي أو إحنا سيئين والخللبيين لا والله فلوس عندنا أو عندنا مشكلة بس عندنا قضيتين ما عندنا تخطيط فكر يخطط بالمستقبل ولا نعرف شون نحرك أدواتنا ونظفها بشكل صحيح عندنا مواهب بس ما مستغلة لذلك احنا ندفع الثمن دائما طيب الخلافات والاختلافات أيضا إلها تأثير كبير طبعا على واقعنا الرياضة احنا ما نتحدث فقط على كرة القدم وسبب لغة الأنا لغة الأنا كل واحد يريد احنا الرفع الحضر كنا قلنا الحمد لله رب العالمين هذا قرار نصر للعراق رأسنا طلعا ووزارة الشباب يقولون احنا الرفع عن الحضر اللجنة الأولمبية احنا رفع عن الحضر اتحاد القدم احنا رفع عن الحضر شخصيات خارج العراق احنا رفع عن الحضر يا أخي شن المشكلة كلكم عراقيين وكلكم أبناء الوطن وماكوا أي مشكلة خلينا نذوب خلينا نفكر بمصلحة البلد ونقول يا بها هذا نصل للعراق بغض النظر منه سواء لعد احنا هسا منتحدث عن عمل جميل الأفلام الجميلة بالعالم يذكرون المخرج ما يذكرون يذكرون بطل الفيلم المؤلف جوز ينسوه فإحنا هذا عمل لصالح البلد مو مشكلة الجنود المجهولين الجنود المجهولين راح يبقون يشتغلون لأنه يحبون بلدهم أما أنا أبقى كل عمل صارت هاي قضية قبل أيام وصلت قضية قبل أيام من السجراء قرر أن قطع عراضي للرياضيين الفائزين بالأوسمة قرار كل الجميل ولصالح الرياضة وحتى يعني ننطلل الرياضي دفع معنوية أنه ممكن يحصى على أرض في بلده في مكانه في مدينته في أي مكان هو يعيش به فرأساً بدو والله الوزير هو سوى هذا القرار وجمع الثاني يقول للأرأي سيبزراء سوى يابا شنو المشكلة هو قرار عراقي لصالح العراق منه سوى مو مشكلة منه سوى المهم واش راح يأدي شنو نتيجته خليم فكر هيجي إحنا هاي قضية الأنا وقضية كل واحد يريد يعني كل المكاسب يخليها لشخصة ويلغي الآخر هي هذه جزء من أزمة رياو العراقية وصلت إلى مرحلة الدعاوة القضائية وصلت إلى مرحلة معيبة معيبة والله معيبة أن نحن يعني الفئات الهمرية ننشر غسيننا أمام العالم صرنا يعني للأسف معاركنا كل الناس تداولها ولكن الآن من نحتي من يقول لك كلنا نحب العراق ويقولون يبتون أو فيها وغيورين عراق ياخي طلعوها طلعوها أوكي من زايد على وطنيتكم بس لا تخلون الأنا مالتكم تصعد دي فوق خلوا العراق أعلى من كل شي خلوا مصلحة البلد أعلى من كل شي ليش أنتوا تفكرون أنه أنا والله لا هذا المؤسسة الفلانية هي اللي سوت هذا العنجاز لا خليكون عملنا جماعي خلي نقول هذا البطل هذا الرياضي هو ابن العراق نتاج العراق الآن يقولون هواي يتحدثون العراق يا مركز الآن بلوسمة المركز سبعة وعشرين نعم أوكي أقرب شي الآن يعني بالنسبة للدول العربية طبعا المتصدرة البحرين اللي بمركزه داعش عيدها تسع مداليات ذهبية خلي يقولوا للبحرين كم واحد بحريني حققها إلى أوسمة أما الرياضي العراقيين لا ميدئي العراق دولة أبناء العراق رياضي العراق أنا ممكن أقارن الآن نعم أنا بالنسبة لي وكأنت أيضا وكل الناس المعنيين بالرياضة كل يتنقول النتائج دون الطموح بس أنا أقارن نفسي مع من أقارن نفسي الإمارات عظيمة جدا في دعم الألعاب الفردية الآن عيدهم قاعدة رهيبة في التايكويندو في الألعاب القتالية بدأوا الرماية يعني لهم جهد كبير الإمارات الآن المركز الثمنتعش عيدهم ثلاثة ذهب ممكن أقارن نفسي بالأردن اللي الآن تطور جدا في عملية التايكويندو جودا أيضا مميزين جدا أما أنا اتقارنني بالبحرين وقطر لا الدول مجنسة تركها لأن إنجازات مجرد حبر على وراء ما يفيد هذا أنا أريد عمل حقيقي الآن الاتحادات عليها أنا بعد هذه يفترض أن تكون أكو ثورة في ثورة للتقييم أنا مو معقولة نبقى دائما نحن نصرف على كرة القدم المدللة ونترك رفع الأثقال اللي هي على مدى التأريخ بطلة العراق على مدى التأريخ أغلب أوسمة العراق من ألعاب القوة لا أسأل كرة القدم اللعبة الشعبية لا أنا أريد الإنجاز الإنجاز وين زين كاتن ألعاب القوة أسأل سؤال أم أصحاب سؤال إنجاز في بطولة الخليج العربي نعم وسام ذهبي في أولمبياد نعم في أولمبياد وين رح تتوجه الأضواء الأضواء الإعلامية هاي مشكلة الإعلام إذن الإعلام مو مصف لأنه الوسام الذهبي لا يقدر بثمن في الألعاب الأولمبياد والمسؤول الرياضي والوسام الذهبي لا يقدر بثمن في الدورة الآسية على اعتبار الآن أنت من تقول لي عسى إحنا سلوان كل يتنى فخرنا به لأن أخذ وسام فضي بس العراقين يدرون الآن سلوان هو ثاني على العالم لأنه البطل الوسام الذهبي في الدورة الآسية هو نفس بطل العالم نفس بطل الأولمبياد فبالتالي لاعبنا هو ثاني على العالم الآن اليوم اليوم مصطفى البطل مصطفى داغر اللي حقق الوسام فضي أيضا من وياه وياه حداد اللي هو أيضا بطل العالم يعني هذه إنجازات يرجع نفس ميزانيته الآن إذا الوزارة خلي يقولون وزارة الشباب هسا باتشار يدير الوزير يطلع يقول الآن خلال 2019 ابني قاعة خاصة يروح بالأفخال قاعة عارف مثل هالقاعة اللي يطلع بها السباقات مو قاعة هاي من خمسين متر اللي ما يقدر الرياضة يتنفس بها خلي يفكرون يقول أردل سوي ملعب حقيقي لألعاب القوة مو يتمرون ملعب الوزارة بس ملعب كرة قدم نحن سابقا نشان يقولون هاي مدر رياضية وين هاي مدر رياضية بس ملعب مدرجات وثيلة 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 سأعود بنا وحتى المجتمع الرياضي المجتمع الرياضي أيضا من يرقى بالمجتمع الرياضي المجتمع الرياضي الإعلام أستاذ هشام الآن الله يخليك الآن أي إنجاز يتحقق أنت قاعد تشوف أنت موجود على وسائل التواصل تشوف فرح العراقين لأي إنجاز ترى العراقيين عدتهم وعي كبير المتابعين عدتهم وعي أنا مو مشكلتي ذا الإعلام والله هو يريد فقط يركض وراء المشاكل والأزمات وفقط يريد جماعة طرق القدم هذه مشكلة الإعلام الإعلام الحقيقي الإعلام الحقيقي اللي يبحث في مصلحة بلده الإعلام الحقيقي وين الإنجاز يروح يرعى الإنجاز يفكر بالإنجاز كيف يطور الإنجاز أنا مو بس أنتقد لازم أنطل حلول أيضا المعالجات أيضا الآن إحنا من نقول الآن لازم عدنا ثورة جديدة في الألعاب الفردية الألعاب الفردية ترى هي دائما هي صاحبة الخير والبركة في أي بطولة في أي مشاركة كانت صغيرة كبيرة على المسؤول أن يهتم على المسؤول أن يهتم أولا بالنسبة للوزارة عليها أن تبني منشآت خاصة بهذه الألعاب الأولمبية عليها أن تغير ميزانيتها أنا مو معقولة الآن رفع الأثقال ما دري ميزانيتها العاشرة أو هدعش من بين الاتحادات مو صحيح والله رفع الأثقال على هذه النتائج مفوض رقم واحد بالميزانيات ألعاب القوة على هذه النتائج مالتهم مفوض رقم اثنين يعني هذه لازم تكون معيارية أما أنا يجي والله هذه كرة القدم والناس كلها أنا هم أحب كرة القدم بس إذا ما تسوي إنجازات كرة القدم ليش ما أتجهل الألعاب الفردية ليش ما أدعمهم رفع الأثقال ثمانية ستمية وتسعة وتلاثين مليون الميزانية مالتهم نعم إيه قليل ثمانية ليش ثمانية مركز الثامن إيه ليش مو الثاني ليش مو الأول رفع الأثقال الأولمبي إيه ليش مو الأول ستمية وتسعة وتلاثين مليون ليش مو الأول الأول كرة قدم أولمبي كرة سلة كرة طائرة كرة يد ألعاب قوة أولمبي لا ليش كرة الطائرة وليش كرة السلة وليش شنوش رح يسووني إنجاز شي سووني حبيب هاي الألعاب الجماعية أكو ألعاب شوف أنا مثل ما واحد أنا أستغرب على فتشي إلا أنا بألعاب القوة حتى بالأولمبيات من أنا أجي أردعد هشان عبدالستار أردخليه بطل هل من المعقولة أجي إلى الألعاب محسومة؟ المئة والمئتين هاي مو إنا مو ألعابنا أنا أجي إلى ألعاب معينة ممكن أحصك بهوسان يعني إحنا العراق على مدى التاريخ بالألف وخمسمية إحنا مميزين بالأثنانية متر إحنا مميزين بالأربعمية كان عوف عبدالرحمن وطالب فيصل مميزين فأنا أروح للألعاب اللي بيها مجال أوسمة قصيرة المدى صعب مو بس إيه بالضبط يعني أكو ألعاب محسومة أنا مو أقول ما يسوون بيها لا أنا ما أقدر أنافس جامايكة ولا أقدر أنافس الولايات المتحدة هاي ألعاب محسومة لازم يكون هدف الأولمبيات لازم يكون هدف بطولة العالم أنت تقول رياضينا ما يحظون طبعا ما يحظون يعني إذا أجي أرد أهل أي رياضي حتى شارك بالأولمبيات أو بطولة العالم علي على الأقل يخوض عشر سباقات تجدل علعاب القوة مثل التنس عدتهم منافسات الجائزة الذهبية على مدار العام والعراقين لأن تحتاج لأموات غائلة صح إذا ما نخطط إذا ما نفكر بشكل صحيح ما راح ننجح ما راح نطور راح نبقى ندور في نفس الدولة هذا التخطيط أستاذ عدناني يجي بمشاركة كل الأطراف طبعا ومثل ما ذكرت في بداية اللقاء الحضر أو رفع الحضر كان بمشاركة الجميع طبعا الآن أي مشكلة هي أي مشكلة يصير هي بمشاركة الجميع صار بالعكس كلهم يتحملون صار بالعكس أي مشكلة هي بمشاركة الجميع أستاذ أشام كل تخصير يصير هو مسؤولية الجميع وكل إنجاز هو ملك الجميع يعني هذا عمل جماعي أنت مم معقولة يعني مشكلة يصير تقول فقط طرف الفلان لا أنت جسوء من منظومة فبالتالي كل الأطراف مسؤولة وعليها أن تتحمل المسؤولية إحنا عدنا قلت لك أكون مشكلة حتى في تنازع الصلاحيات ماكو كل مؤسسة تريد تخفز على الأخرى كل واحد عندها صلاحيات في تنظيم مباراة كانت هناك مشاكل بين مباراة الأساطير مشاكل بين وزارة الشباب ورياضة وتحت كرة وبالتالي ما حضروا اتحاد القدم صح ولا لا زين ليش الصير مباراة ثانية نقلوها مباراة العراق أيضا كان على أساس تجرى في كربلا وبعدها صارت مشكلة وما خلوهم ونقلوهم من البصرة عوفي مباراة لكربلا والطلبة في الدوري وزارة الشباب تمنع فريق كربلا لأنه ما مسدد الإجور وكأنه كربلا جاي من ما ردحتش دولي خاف صير مشكلة دولية هو ابن العراق خلي ألعب أقول لي وقع لي تعهد أنه تدفع بعد المباراة حرموه الثلاث نقاط هاي نزلت كربلا نزلت كربلا يعرفون كربلا ما عندهم فلوس ما عندهم فلوس لو ما عندهم شخصيات نافذة ماكوا واحد بهم يخوف خطية لأنه لو بغير محافظة لشان الوزارة خافت بس لأنه كربلا ما عند ناس تخوف بالتالي دفعوا الثمن رياضة كربلا ما عندنا فكر ما عندهم ناس تخوف ما عندهم ما يخافون ما يخافون من عتهم لو بغير محافظات نوابهم ما يخوفون أنا أقول لك حتى كربلا لو نوابها يخوفون ما كان منعوا فريق كربلا من اللعب في ملعبه هذه الملاعب أقول لك إياها وكل الناس يقولوها حتى مجلس الجراء قالها بس خلي نقول على استحياء الملاعب هاي ملك العراق إذا ما يستفيد منها النادي القريب ماكوا داعدي أشياءها لينصبح عبارة عن خريبات عبارة عن صحراء شا سووا بيها آني إذا ما النادي إذا ما شوفها بالدوري إذا ما شوفها بالكأس شا سووا بيها آني إذا ما تخضع إلى إدارات رياضية إذن لازم يفكرون بهذه الطريقة إذا نبقى نفكر بنفس الطريقة الكلاسيكية القديمة القائمة على الصراعات والنزاعات ما رح نتطور المشكلة الآن في الإدارة مو في المواهب مو في المدربين الإدارة 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 مشكلتنا إدارية بالعراق إدارات ما عندنا لا بالأندية لا بالاتحادات لا بالمؤسسات الرياضية لا بالوزارات الوزارة تعرف أنت قضية منازعات بين كتل سياسية ممكن يحصل عليها ممكن الآن يطلع عبد العسين عبطان باشر يجيبونا وزير آخر جزما عرفه جزما العلاقة بالرياضة هم يجي يبدي من جديد ويفكر تخذ هذا التغيير السياسي في وزارة الشباب بس يصار واقع حال اتحاد كرة القدم موجود لفترة أربع أعوام مقبلة على أساس الفرق بين العام والسنة بالمفهوم اللغوي نقول أربع أعوام مقبلة من باب الأمل يعني حل هذا الموضوع في حال أنه صار تغيير لو وجدت الإرادة لو وجد الإخلاص تنحل كل المشاكل بس علينا أن نضع خارج يوهم ترجع المشكلة الآن السادة عدنا المشكلة بين مؤسستين لو بين شخصيات لا شخصيات إحنا ما عدنا اسمعني حبيبي ما عدنا بالعراق مؤسسة كل مؤسسة تلبس لبوس الشخص اللي يتولى مسؤوليتها يعني هسا خلي يقوله واحد عدنا وزارة شباب لا ما عدنا وزارة شباب عدنا وزارة شباب ما عدنا وزارة ما عدنا وزارة عدنا وزير ترى ليش خلي أقول للوزير وين الوكلاء أكو وكلاء بالوزارة ماكو وكلاء جمدهم خلي يقول لي أكو مدرع عام مين خلي يقول لي أكو مدير عام عند صلاحية يقدر كل الأمور يعني الوزير هو اللي قائم بالأمور يعني مو أقول لك بالعكس الرجل اشتغال وعمل بشكل صحيح وإحنا نقول له والله بارك الله بك لأنه سوى حركة جميلة بالملاعب وبالشغل لكن مو هذا العمل المثالي العمل الحقيقي أن تكون جزء من منظومة أن تخطط المستقبل أن تجلب الخبراء أن تفكر بكيفية اصلاح الرياضة العراقية مو أفكر بشخص صنة الأمور صارت خلافات ونزاعات شخصية الوزارة تسيطر على مبنى الأولمبية كل الآن مقر الوزارة هو بناء الأولمبية نزاع بيناتهم قانوني واصل للمحاكم والقضاء هذا يقول أرضي وهذا يقول أنت كيان منحل هذه الأرض مؤلك ويجأوا الوزارة شالوا حتى غراثهم خلوها هناك سكنهم هي أرض الأولمبية فإحنا هذا يفترض نتجرد منها هذا العمل الإداري هو ما اليأثر العمل الإداري إحنا أيضا نقول مقبلين على فترة أربع أعوام مقبلة من المفترض أنه تكون هناك تغيير بلجان اتحاد كرة القدم يفترض يفترض الاتحاد إذا يريد يصير بشكل صحيح عنده مشكلة أم نفس الشيء هم أعضاء كرة القدم أستاذ وشام عدة مشكلة الاتحاد الاتحاد لحد الآن ما يريد يتخلص من هذا اللعب يريد يسيطر على كل الأمور وإحنا قلناها من زمان قضية رئاسة اللجان أوكي ما يكون مشكلة يكون عذر تباط عذر تباط من الاتحاد عذر تباط عذر تباط يعني هذا اللي يوصل عذر تباط لكن الرئيس اللجنة يفترض يكون شخصية مستقلة متخصصة في هذا المجال من أجيب أنا بلجنة الانضباط خلي أجيب شخصية حازمة ضابط بالجيش بالقوة الجوية شخصيات من ذول الناس اللي لهم قدرة على إدارة الأمور خليه بلجنة الانضباط وإجيب وإجيب سيطة عبد حلاته أيضا ضابط ما يخالف أنا أجيب شخصية ما لها علاقة بأي نادي شخصية مستقلة مقبولة من كل الأطراف خليها من أجيب أريد أخلي شخص باللجنة الفنية عدنا ذولي إجقد عدنا ذي كاثرة الآن بالعراق إجقد أكناس متخصصين فرابعيدين مغيبين خلي أجيب شخص مميز أخليه هو رئيس اللجنة الفنية خلي هذا اللي يجان ويخلون ذولي كل الأفكار اللي يقدموها عضو الارتباط اللي هو عضو الاتحاد يقدمها للأتحاد لكن النظام الداخلي ما يسمع اسمح لي أستاذ إحنا النظام الداخلي هو خب مو كتاب منزل من السماء يعدون كتاب منزل من السماء يقول لك أنا ما أقدر أتحرش بالنظام الداخلي إذا ريد نطور أنفسنا يقول لازم نجمع الهيئة العامة ونبير النظام الداخلي هسنا ما نقولهم إحنا كل اتحاد يقدر يسوي قانون داخلي إليه أنت تقول لي الآن قانون اتحاد كرة القدم قانون انتخابي يفكرون بالانتخابات فقط لكن لا يفكرون بالعمل نحن نتحدث عن عمل عن كيفية إدارة ملف كرة القدم حتى تصل إلى المدايات البعيدة المدايات البعيدة هي ثنين كأس العالم بكل الفئات ليس الوطني الشباب أولمبي ناشئين أسباب كلهم نوصل إلى كأس العالم ونأخذ النافس طبعا بكأس العالم متقديم ما رح أقول لك النافس بس خليكون إنه حضور خلينا نتعلم من الآخرين مرة مرتين ثلاث قالوا لنا حضور ليش إنه حضور واحد حضورنا على استحياء في بطولة كبيرة مثل كأس العالم وهدف وحيد لأحمد راضي هدف نتغنى به دائما ووسام واحد العبدالواحد عزيز من ستينات القرن الماضي ولحد الآن أكثر من خمسين سنة وبعدنا بس عبدالواحد عزيز طيب الساد عدان إذا إحنا بس هاي الإنجازات عدنا إحنا عدنا كأس آسيا وحدة وعدنا صعود إلى كأس العالم مرة وحدة وعدنا وسام أولمبي وحيد وحيد ليش نقارن نفسنا بالسعودية بإيران بفرق الخليج من نلعب ويام ونخسر ويام من قلوب الدنيا وشون خسرنا وشون خرجنا من التصبيات منتخبات الدهباء طويل ست مرات خمس مرات أخذت بطولة كأس آسيا أكثر من مرة صعدة وتصبيات كأس العالم صعدة ولا كأس العالم ليش نقارن نفسنا بيوم إذا هاي إمكانياتنا تعرف ليش رحم الله لأنه بقاء الحال من المحال إذا نبقى يعني الآن حتى من طلعنا من كأس العالم شو قلون أعضاء الاتحاد يقول لك وشنو هي هي مرة وحنا صعدنا وهي حالة حال الآخرين يعني مو نهاية العالم صح مو نهاية العالم بس إحنا ما يحقنا أن نحلم ما يحقنا أن نخطط ما يحقنا أن نفكر نبقى يعني على هذه الإنجازات الثلاثة وقلص الساعة ما توقفت السنوات ما توقفت لا السنوات تتحرك والعمر يتحرك والناس تتقدم الآن كل العالم مبهور بإنجازات الهند الآن دعونا الهند في هذه الدورة إنجازاتها كلش كبيرة بدأوا ينافسون ليش بدأوا يخططون صحيح أنا ما أريد أقارن نفسي بالهند الهند عنده قدرة سكانية هائلة هائلة جدا ولا اقتصاديا ولا فكريا بس خلي يكون عندنا هدف إحنا ما عندنا أهداف إذا ما نخلي هدف إذا ما نرسم خطط ما رح ننجح إحنا مشكلتنا هنا وطبعا مو فقط نضع خطط لأن الخطط تضحها وتهملها ما رح نسوي شي خطط خطط استخدام المدرب الأجنبي للمتخدم الوطني ليش لا خطوة للأمام بس خلوه يشتغل خلوه يشتغل خلوه يفكر خلوه يقدمنا برنامج هالسالة من تحت الماء لا خلوه يشتغل أي خلوه يشتغل طبعا خلوه يأثنون ومو يسوون تشكيلها هم ويقولون هذا المدرب لا حسب كلام الكابتن باصل جورجيس يوم أمس قال طلب آخر ثلاث تشكيلات حتى قارن أي وخليك تشرف آخر ثلاث تشكيلات وعلى أساسه هو اللي اختار قال لحنا بالنسبة بس خليك تشرف لأنه رح يجي في وقت الدوري هو أسبوع المقبل جاي للعراق ورح يسوه مؤتمر صحفي خليش شوف مباريات الدوري عسى ولعل يشوفونا أسماء جديدة خل نبدأ بفريق شاب قال نفكر من الآن بناء فريق شاب ما أقول لك آس نحن راح ننافس وكان هناك فكرة الفريق الشاب وما صارت ما صارت ليش السبب لأنه ما بني على خطأ فهو خطأ إذا تجي فريق شاب وهو عمره 30 سنة شا سوى بيانه أريد فريق شاب حقيقي يبدأ من الآن خط الشروع عدد من 20 سنة شاير عضياني تحمل الخسارة لا لا إذا شوف الساب إذا كلنا اتفقنا قل لك إحنا نسوه تتجابين مدرب بمليار وكذا لا لا آخر شي نسوه لفريق شاب يقدر أي مدرب محلي يصنع لك فريق شاب لا 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 ما يقدر ما يقدر أي مدرب محلي مدربين محليين ورقتهم انتهت جربناهم في أكثر من مجال وخسروا 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 إلى أن شبعنا من الخسارات خل نجرب شي ثاني أنا ما أقول لك هذا المدرب جديد الآن بالنسبة لي دائما مع الفكر الأجنبي لأنه الآن كل العالم الآن من تشوف الإنجازات والأوسم من يصنحها تصنحها عقول تصنحها أفكار جديدة إذا إحنا باقين داخل قوقعة كل مدرب يقول الآن الأحسن إحنا عندنا تلك كم مدرب بالعراق تعرف عندك حصائية جاعة المدربية كرة القدم بالعراق تصور عندك فكرة أو لا ممكن تسأل لجنة المونجو المدربين لجنة الدورات المسؤولة عن الدورات سال عاد القصاب ودكتور قاسم ودكتور كالوم الربعي يقولون جقدر ما أخذين A جقدر ما أخذين B جقدر ما أخذين C وكلهم دول إذا تجيهم الآن اللي أصحاب الشهرات المصنفة كلهم يقول لك إحنا أصلح بتدريب المنتخبات الوطنية أي لاعب دول اللي الآن تجي من جيل 2007 من 86 أي واحد يقول لك أنا أدرب المنتخب الوطني وكأن يعني المدرب لا يستطيع أعتقد يعبر الرقم ألف والله يمكن أكثر يعبر الرقم ألف هواي عندنا مدربين هواي مو صحيح هذه إحنا نسوي خطط صحيحة ورضاء الناس غاية لا تدرك مو صحيح يعني العملية مجرد عملية إلهاء أخذ هذه وروح شوف يعني كأنه باب رزق دكانا فتحي كل واحد يقدر يخلي أقمشة ويخلي زينة ويخلي زهور وبيع وشوف حظك بل تنفع وحتى على تسمية المدرب المساعد المحلي صارت على عركة طبعا لأن كل عضو من الاتحاد يخلي واحد جوا إيدي يقولوا ماني هذا عندي أحسن مساعد طب مع العلم هساني يقول لك شنو مواصفات المساعد المميزة أولا على الأقل يعرف للغة الإجنبية لازم اللغة مدرب شاب عنده قدرة على الأقل خاض لكم تجربة مو معقول أنا أجيب والله اسم لامع بس وما مدرب شو راح أستفيد من عنده وما يعرف ما يعرف لغة إجنبية لا خلنا نفكر بتجرد نفكر بمصلحة العراق أما نبقى نفكر بهذا الطريق صارتنا قليلين يعرفون لغة والله نبقى نحجح لا لا أكو 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 يعرفون أكو يعرفون أكو بس يعني اللي ما يعرف يتعلم أستاذ وشام يعني هسا ما لدي نقول فلان وفلان يطور نفسه واحد يطور نفسه إذا يتعلم ليوميا حرفهم بالسنة 365 يتعلم أستاذ حدنان أوكي بس أكو يعني علاقة جمل يعني يمشي الموضوع لا هذي مثل هسا أنا وإنت روح اسمعني ساشا هسا روح نقعده ويا طبيب ويحشوا يانا إنجليزي نفتهم لا أكيد هذا اختصاص اختصاص يتحدث باختصاص أحسنت هنا مصالحات المصالحات الطبية فلن يجي مدرب راح يعطي بلغة تكنيكا راح يعطي لغة فنية لغة بحثة إذا مو أنا عندي إنجليزية يعني مراح نجح صح ولا لا صحيح فإذن لازم الاتحاد يفكر بهاي الطريقة أما يجي والله أرد رضي فلان نجم أرد رضي فلان لاعب أرد رضي فلان نادي أرد رضي فلان محافظة نبقى على هاي السياقات كلها عملية انتخابية يريدون فلان والله حتى يجيب لي أصوات أجيب هذا حتى يقولون جابه كل اللاعبين لا أنتوا الآن إذا اتحاد كرة القدم موعدكم معارضين كل المعارضين يجيب وخلي يشتغلون أقول تعالش عندك فكر إحنا قبل أيام يعني يجيب المعارضين من باب يعني خلي يشتغلون 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 نعم بتجرد مو مناصب شوف العمل لهم باب التقية لا استطر العمل بالعراق إذا ما يصبح عمل تطوعي يعني نعمل بدون مقابل ما راح ننجح هذه مؤسسات يعني الآن هم حتى هم مو يخذوا الرواتب الرواتب قانوني ما يجوز لهم لأنهم أغلبهم مو موظفين بالدولة صح ولا لا هذه ممكن يعني يخرجوها بطريقة جور نقل مكافآت يسوفوا بهالطريقة لكنها رواتب يأخذون إذا ما يصر عندنا عمل تطوعي يعني أنا أعمل فيه مؤسسة فيه اتحاد فيه لجنة أولمبية بدون مقابل أفكر بمصلحة البلد هذا يجيب بس السادة عندنا كثير يعني أنا أقول كثير هالمرة ما أقول البعض لا أقول كثير من يحاولون الوصول إلى الاتحاد يحاولون الوصول إلى كرسي طبعا إلى فلوس إلى سفرات إلى مكاسب يتقول لي عمل تطوعي ما أقل يقولون عمل تطوعي مو بتلك أنا إذا ما يصر هذا العمل أنه هاي أعمال تطوعية ما رح ننجح يلي دي فادات فلوس يلي فاد هذا يحصل عليه هو بس أنا ما أخلي رواتب ما أخلي أي مكافأة أي مكافأة أصير لأي فريق ما أخلي عضو الاتحاد يأخذ هاي مهمة جدا حتى نشعر الآخرين إحنا نقوم بأعمال ترى العالم كله يشجع على التطوع ليش إحنا الآن كل يتنبو وسائل التواصل نفرح نقول الله شوف هذا الشاب شلون يساعد هاي المرأة الصغيرة شلون يساعد هذا الطفل طيب إحنا كل يتنننمجد ونحسن من هذه الأمور ليش ما نطبقها بحياتنا ليش ما ننبذها لا بس نحكي إحنا بس نحكي رسالة عدنا لأفتل صحف الرياضي شكرا جزيلا لوجودك معنا في برنامج بالسنتر شرفتنا شكرا إذن أحبت المشاهدين كنا معكم وحلقة من هذا البرنامج عسى أن نلتقيكم في حلقات قادمة للقاء شكرا جزيلا شكرا شكرا